ولقد فقدنا قبل أيام الأستاذة والوالدة الكريمة فاطمة إبراهيم عبد الفتاح وهي معلمة القرآن والقراءات والمقرئة بالمسجد النبوي الشريف على ساكنه الصلاة والسلام المدينة على ساكنها الصلاة والسلام الأستاذة والوالدة فاطمة إبراهيم عبد الفتاح التي كانت معلمة للقرآن لسنين ذوات العدد وتخرج على يديها الكثير وهي قارئة مقرئة بالمسجد النبوي الشريف ولأجل الحديث عن هذا الأثر والمآثر يسعدني هنا ورحبا بلأستاذ حفصة سكندراني وهي معلمة برامج إعداد معلمات القرآن وباحثة ماجستير في الصحافة السلام عليكم أستاذ حفصة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا وأهلا وسهلا حياك الله الله يرضى عنك أولا عظم الله أجرانا وأجركم في رحيل الوالدة الكريمة وأسأل الله عز وجل أن يكون ما قدمته رفعة لها في الدارين وكما قلت أنا بعض الناس يولدون يوم يرحلون تبدأ هذه المآثر وهذا الذكر الطيب تفضل يا أستاذ باك الله خيرا الله يحفظك يا رب وإياك بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة ما أثقى الحديثي هذا على نفتي فأنا اليوم أرثي والدة الحبيبة أنا اليوم أتحدث عنها وهي غائبة عنها الله رحمه وما كنت بالأمس القريب أتخيل بعقل القاصر ما كنت أتخيل أن يحدث هذا غير أن الله تبارك وتعالى قضى أمرا ونحن بقضائه وقداره راضون سبق الدموع أحرفي وبياني فالله يجبر خافقي وجناني جل جل الوالدة الحبيبة أستاذ ناصر كانت شعلة نشاط وحيوية تبارك الآخرين تمازحنا تضاحكنا تسابقنا صحيح أنها توفت وقد بلغت الستين من عمرها الله طير أن من يراها لا يعطيها هذا العمر أبدا ناشا الله بل إنها إذا خرجت حتى ما حفيدتها ابنتي رؤى الجناني رؤى المجد يظنون أنها ابنتها الوحيدة والله سبحان الله وكم كان ذلك يصيدها هذا من بركة القرآن وأثره على وجوه نعم وكانت تمازح ابنتي وتقولها خلاص مدام حسبوكي بنتي خلاص مو لازم تقولي جدتي الله يغفر الله ويرحمها نعم الوالدة إن كنت تسأل عنها عن ما حصلت عليه من إجازات فهي حصلت على إجازات من الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ القراءة بالمسجد النبوي نعم في حفظ وإجازة لقالون من زوجي الدكتور محمد الجناني أستاذ القراءات بجامعة الطائف وإجازة في القراءات السبع وإجازة في قراءات الثلاثة المتمة للعشر أيضا من زوجي نعم وهذا كان لقاء في برنامج حديث الدار القراءات الثلاثة المتممة للعشر على يد زوجك الكريم الأستاذ محمد عمر الجناني تفضل يا أستاذ نعم صحيح الوالدة رحمها الله كم أقرأت وكم بذلت من جهد في الإقراء والتعليم يعني أقرأت أكثر من 150 إجازة بحفر ناشاء الله وأكثر من 30 إجازة بالقراءات المختلفة نعم وكم بذلت من جهد في يعني خطفت وقتها جل وقتها للإقراء والله حتى في أوقات فراغها وأوقات اجتماعاتنا حتى أننا نغار من ذلك تميزت في طلب العلم بالأمس تجرأنا على دخول بيتها رحمها الله رحمها الله رسالة الدكتوراء التي انكبت على كتابتها شاهد على همتها العالية كانت تات همة عالية وش كانت الرسالة؟ والله ما أذكر ما أذكر إصلاها لكنها كانت في القراءات جميل الكتب التي تلخصها والكتب المليئة بملاحظاتها وتعليقاتها تشهد على همتها العالية سبحان الله أنهت دراستها الجامعية بعد الخمسين وأكملت الماجستير بفرح وهمة وتعادة وشرعت في الدكتوراء غير أننا لم يوافقها والحمد لله هذه الهمة حقيقة أستاذ ناصر يجب أن تأخذ بأيدينا وتحرك عذا إمنا للإزدياد من كل خير لكي نعمر دنيانا بالخير أكثر وأكثر لكي كان أكثر ما يميزها في التعامل والله كان أكثر ما يميزها الحنان كانت معلمة حنونة جدا ما شاء الله تبارك وهذا إن كنت تسمح لي هذا درس لي ولمعلمات القرآن والمعلم القرآن بشكل عام لفت انتباهي في عشرات الرسائل للتأثيم للتعذية عام المشترك وهو أن طالباتها يذكرنا أنها كانت لا تنادين بإسمنا كانت تجعل لنا إسم دلع سبحان الله جميل يعني مجرد منادات الطالبة بإسم محبب لنفسها يسعدها بهذا الشكل حقيقة هذا الأمر فاجأني أنا هو درس لي أنا ولكل معلم لكتاب الله أن يكون رفيقا بالناس سبحان الله فأثر هؤلاء المعلمين عظيم حتى بعد وفاتهم أمعلم القرآن فقدك ثلمة في الدين والأرواح والوجدان ما كنت فردا واحدا بل أمة يا موردا كم فاضغ الإحسان أمر آخر أستاذ ناصر فضلي فوجئنا أنها لم تكن أما لنا وحدنا وإنما كانت أم لجميع طالباتها ليس بحبها لهم فحسب كانت تستمع لهمومهم ومشاكلهم كانت رحمها الله تبدو من نفسها ووقتها وراحتها من أجل إفعاد طالباتها وحل مشاكلهم سبحان الله وكأن عبء الإقراء والتعليم والشرح لا يكفي وحده مما قيل فيها من أبيات يا فاطمة الحلقات شيخة نافعي وقراءة الدوري تتلى بعدها حتى الثواري قد بكتك حزينة والساحة الغراء تنعي أهلها في مسجد المختار بعدك وحشة والصمت والأحزان تنعي بعضها أيضا الله يحفظك لفت نظري أن ارتباط الطالبات بالوالدة كان يتعدى الطالب لزوجها وأهلها فوجئنا في جنادتها وفي اتصاله في العزاء أن شباب يكنون لها معدة ومحبة وهم أدواج طالباتها فسبحان الله حاولت أستقرأ وأبحث عن هذا الأمر فعلمت أنها لأنها كانت رحمها الله حريصة جدا على تزويج طالباتها فسبحان الله الاحترام والمعزة نقلت لجميع أفراد أسرة الطالبة يعني نقلت الأمومة هذه أيو الله سبحان الله أتأل الله أن يغفر لها ويرحمها أسلمي رسالة أخيرة فضلي يعني أنا أكبر شاهد عندي هذه الهمة التي لديها وحقيقة أنا لم أوافق على هذه المداخلة وأقبل عليها هذا الإقبال إلا رغبة مني في أن تكون سيرتها دافعا لشحب الهمم لعل جانبا من جوانب حياتها وسيرتها تشعل الهمة في أحدهم صحيح ورب رحمة في قلوب من يستمع إلينا ويشاهدنا تجعل لسانه يلهج بالدعاء لها بالرحمة يا رب أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من خط حرفا في الترحم عليها أو في رثائها أو في نشر مآثيرها مثلكم أستاذ ناصر الله يحفظك أسأل الله أن يعطيه فيرضيه ويعلي ذكره ويرفع قدره في الدنيا والآخرة ويحرم جسده على النار آمين يا رب الله يرضى عنك ويسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته رفعتا لك ونحن دائما نقول أن من يترك مثل هذا الأثر والمآثر وأبناء أو بنات مثلك هو يترك إرثا طيبا هذه الحياة الحقيقية ونحن سواء في أوراق اليسمين أو في سائر برامج المجد نحاول إبراز مثل هذه النماذج لأن هذا من عوامل الثبات والتثبير أستاذ ناصر أحب أن أقول رسالة لكل من لديه أم استوصوا بأمهاتكم خيرا صدقت اعتنوا بالتفاصيل الدقيقة التي من شأنها إسعادهم صحيح استنطقوهن الرضا عنكم والدعوات بالتوفيق في كل لحظة وفي كل حين ففي غمضة عين تجد نفسك في هذه الحياة بلا أم وأنا لن أسهد في وصف شعور من فقد الأم لكن أسأل الله أن يرزقنا حسن البر بوالدين أحياء وأمواتا آمين يا رب شكرا وشكرا الله خيرا الله يرضى عنك آمين يا رب اتفضلي واذك تقولي شيء؟ أشكرك على إتاحة هذه أبد هذا قل الواجب يعني الله يرضى عنك الله يرضى عنك شكرا جزيلا الأستاذة حفصة اسكندراني الباحثة أو باحثة ماجستير في الصحافة شكرا جزيلا لك وإحنا دائما نحاول إبراز مثل هذه الأثر والمآثر لأن هذا دائما عبق الذكرى وعبق الذكريات والحديث عن السير مما يضع في النفس أثرا جميلا وكذلك أمس أو قبل أمس فقدت حلقة التحفيظ وتعليمه الأستاذة أو المعلمة رحمها الله أمال الاعتيبين صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز عنها وأن يرفع درجتها في عليين والإنسان يترك مثل هذا الأثر أنا أقول دائما حتى لو تقولي أنا مقصر وعندي ضعف اجعل لك جانبا من خبيئة صالحة تظهر في مثل هذه المواضيع أنت لا تريد بهذا الأثر أو بهذه الخبيئة إلا أن يرضى الله ومن علامات رضى الله أن يظهر هذا الذكر الطيب بعد رحيلك فاصل جاهز قيب